موسيقى أهلا بكم من جديد فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والإعلامي الفلسطيني زياد الجيوسي تابع حوارنا مع ضيفي لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد في زمن الظلم والفساد في العراق غرقت عبارة على متنها المئات معظمهم أطفال كانوا يحتفلون بالعيد طبعت على المدى قبلة لأرسلها إلى نخلة لتحملها فراشات لروح لم تزل طفلة لفلاح فراتي يروي دمعه حقلة وأرملة بكت عمرا شكت لزمانها ليلة لناعور بكى عمرا ليسقي دمعه سهلة مضى بدلائه يعلو وأدنى منهم نهلة رسمت بأحمر قان عراقا لم يطق حملة عراقا لم يكن يوما سوى طب لذي علة دهاه الدود محتشدا لئيما نافثا غلة وصب النارة النين يروم بحقده قتله تنادى فيه سفاح بدجال ليحتله ومنذ هوى الدعائمه وكل الأرض مختله أتات الشر مذجاء عين الشمس مبتله ملوك إنما همج على أبوابهم سفلة أتوا بالظلم أجمعه ليلقي عندنا رحلة أتوا بمصائب الدنيا وشاع الموت بالجملة فهم لم يرحموا روحا وهم لم يسمعوا النملة ولم يبنوا ولم يسقوا ولم يبقوا على بتله حملت جراح أيامي لطود فاقد ظلة لبغداد التي أعطت وكانت للورى الإلة أعاتب سقف أحلام تهاوى قاتلا أهله ونهرا كان معطاعا تمادى فاقدا عقله تفجر ماءه رهوا فأغرق ولده جملة ألم يسمع صوائحهم تنادي رحمة ويلة صرخت بملء آلامي أحتى أنت يا دجلة بعد أن عدنا من الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أصعد الله وأوقاتكم جميعها بكل خير أنا الروائي والإعلامي محمد جميل خضر وهذا كتابي مايسترو مايسترو بحسب ما اتفقنا أنا ودار النشر على تصنيفه هو رواية شباب أو رواية للشباب صدرت هذه الرواية رواية الشباب عام 2020 عن دار العائدون للنشر والتوزيع تتحدث مايسترو عن يعني لا تبتعى كثير عن روايتي قبلها نهواند وعن رواية الأولى يافا الموسيقى الأساسية فيها الموسيقى بطل وحاضرة فيها في هذه الرواية في 20 شاب وفتاة عرب يلتقون حول الموسيقى ويؤسسون فرقة موسيقية بعمان بيكون لقاءهم بعمان لأن بطل الرواية شاب عمان اسمه سمير ويطلق على الفرقة اسم أمل وهو الذي يحتاجه الشباب العربي رواية يعني جاءت في فترة ما بعد الثورات الثورات الرابية العربية وما بعد احتلال العراق 2003 وبعد كل العواصف التي بستت الأم العربية والبلدان العربية فبالتالي الأمل كان حلم عندها هؤلاء الشباب وتحقق جزء من هذا الحلم بأنه على الأقل التقوا في الموسيقى طالما أن العرب لا يلتقون بالسياسة ويتناحرون عبر السياسة ولا وحدة عربية في المنظور من الزمان فعلى الأقل تكون في وحدة موسيقية ووحدة فن ووحدة إبداع هذا ما حاول الشباب ويعني بقيادة المايسترو سمير الشاب الفلسطيني الأردني اللي عايش بعمان بهويته الأردنية وبروحه الفلسطينية ويعني الفتاة اللي أحبها سمير اسمها عبير وعبير هي فتاة سورية من السلامية بمطقة فيها سوريين سنة وفيها سوريين شيعة وفيها سوريين إسماعليين وفيها سوريين مسيحيين فالعرب عمرهم ما كانوا أصلا يعني بتناحروا لمذهب أو لطائفة للأسف الشديد هذا ما جابوا معه الاستعمار فمايسترو رواية شباب رواية محبة رواية أمل أتمنى لكم قراءة ممتعة لمايسترو وشكرا لكم الآن أدعوكم لمتابعة فقرة الخط العربي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم بدي أكتب أو نتكلم عن الخط الحر طبعاً هذا الخط الحر كل إنسان أو كل خطات له طريقته في كتابته يعني بمعنى أنه الخط الثلاث كل يشترك بنفس القاعدة إلا خط الحر هذا قاعدته فقط مع الكاتب يعني ما اللي بكتبه مثلاً أنا غيري ما ما بقدر يقلده اللي بكتبه غيري أنا ما بستطيع قلده فهو من الخطوط اللي تعطي هو أنت بابسك جماليته بتصورك أنت كيف بتعطيه للناس مثلاً خلنا نقول الخط الحر ممكن نستعمل الخط الحر للوحات إعلانية وغالباً عم بستعملوا للوحات الإعلانية ولكن كل واحد بيكتبه بطريقته أنا هذه طريقتي غيري ما بقدر يكتب زيها لأنه هذا أنا نفسي غيري خلص بيكتب على هواه لكن أنا بحب الخط هذا جميل و ملاحظ فيه نفسي وهذا هو الخط الحر أهلاً بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والإعلامي الفلسطيني زياد جيوسي فاسمحوا لي أن أرحبوا بضيفي أهلاً وسهلاً يا أهلاً سيد زياد جيوسي ضيفاً على فضاءات وعالرافدين وداكرة العراق حياك الله أهلاً وسهلاً حياك الله يعني على مروراً على ذاكرة العراق وذاكرة بغداد حضرتك درست في بغداد في جامعة بغداد صحيح وحاصل أبك وسأداء من جامعة بغداد في منتصف السبعينات على ما في السبعين في السبعين جميل مودي أن نعود إلى تلك الفترة وطبعاً أنا في تلك الفترة كنت فتراً و كنت واعياً لتلك الفترة كانت من أجمل فترات العراق ودي أن نفتح حقائب زياد الجيوسي ويحدثنا عن تلك الفترة أنا أنت عم بتعيد للذاكرة من أجمل الأيام اللي أنا قضيتها في حياتي بحيث أن أنا كنت وحتى في كتابات القديمة أو الخواطر كنت أكتبها كنت مسمي بغداد وما زلت بغداد مع شوقة العربية السمراء جميل فعشت فترة من أجمل ما يمكن بحيث أنه كنت يعني محبش أروح بالصفت آخر قدر الإمكان بالكاد أغيب شهر آب يعني معظم تموز أكون عادة في بغداد حتى أستغل الوقت في التجوال أنا تعرفت على العراق بشكل جيد ربطتني أولاقات كثير رائعة مع زملائي العراقيين سواء في كوديلية أو في الكوديلية التانية تجولت في بغداد وعرفتها بشكل جميل ومن الطرافة يعني كنت بديت أن أتجول كنت أطلع في الباص الطبقتين نعم فأطلع في الباصات الحمراء فهذا الباص يروح على هذا ويرجع للساحة اللي أنا أطلعت منها فأكون تعرفت على أحياء جديدة يعني في بغداد وأيضاً كنت دايماً حامل دفتر زيارة أسجل عليه الملاحظات نعم وأهمها مشكلة اختلاف اللحجة يعني من الطراءة فيني أنا فتت على مطعم لسه جديد يعني فبدي يعني إذا أتغدى طلعت أكل بعدين بدي أشرب ماء فإبريق الماء والدولكا يعني الدولكا فما بس ما فيش كاسات نعم إحنا بنقول للكاسي كوباية نعم فناديت لك الرزوين وقلت له بدي كوباية وله هو جاي بصحة رح يبك كوباية رح يبك كوباية رح يبك كوباية والله بدي أنا كوباية أشرب قال عيني هاي الدولكا فأنا طلت الدكتور وضحت حتى ما أعافي هاي المطبطة فكانت ذكريات جميلة جداً نعم يعني بدي أوجه يعني طالما أنت عتل الدكرة يعني تحية لمن بقي على قيد الحياة والرحمة على من درسوني وانتقلوا إلى دار الآخرة رحمة الله احنا درسونا مجموعة من دكاترة العباقعة دكاترة على مستوى علمي جداً رائع ومتقدم حلا بصنة نفتقد هذه القامات يعني احنا بنذكر مثلاً دكتوري وصديق يعني الأخ الأكبر توصيق لخشاب رحمة الله يعني أنا بتذكر أنا شفت أوراقه كان يحمل 17 شهادة دكتور شيكل خصبا أيضاً توفي رحمة الله لي أيضاً من العباقرة الدكتور مهدي غلاب اللي أسس المؤتمر الجغرافي العربي الرابع في بغداد وشرفني أني أنا وعلى مدنة طالب أني أحضر المؤتمر هاي القامات اللي يعني تركت أثرها فينا بحيث منسي نهاج ودكتور أحمد حديد وغيروقها إضافة يعني لجولاتي بالعراق يعني أنا عرفت العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تجولت فيه يعني غالبية الأمكان ونمت في الموصل ونمت في البصرة وفي الزبير نعم كان لأصدقاء كنت في الأقسام الداخلية في تلك الفترة أم في السكن الفترة الأولى كنت في الخسم الداخلي آآ خارج الجامعة الأقسام الداخلي أنا كنت في الفترة الأولى في السكن الجمهوري اسمه في شارع الجمهورية لكن يعني هذا العدد الضخم من الطلاب ما ارتحتش فأفضلت أني استاجروا فأول سنة كنت ساكن في راغبة حاتوني راغبة حاتوني أو بعدين بالسنة الثانية يعني الظروف السياسية تغيرت إن صارت الحرب في الشمال نعم فصار أزمة سكن يعني في بغداد فسكنت في كنبل جيلاني أو كان معروف بكمب الأرمن وهذا يعني الكمب اللي كان بضم يعني قوميات مختلفة نعم كانت أجمل فترة محبة شاطلة منه وظليت هناك وما زالوا أصدقائي اللي كانوا هناك بالكمب يعني على علاقة جميل جميل زياد جيوسي ثائر وكاتب وإعلامي وفوتوغرافي تسبت لفصائل الثورة الفلسطينية مارست العمل الثوري مواكبة مع العمل الإعلامي واعتقلت عدة سنوات عندما تسترجع صفحات مسيرتك والهدو الصحيحون ما يزال متماديا في جرائمه يعني ماذا ترى يعني أين نحن الآن هل يعني أين نحن من قضيتنا هل أضغنا البوصلة أم أساليب الثورة لم تكن تكافأ حجم هذا الاحتلال البخير يعني حقيقة أننا امتسبت للثورة وأنا يعني صغير بالعمر كنت شبل يعني في أواخر الـ 68 بدايات التسعة وستين واخدمت يعني فعليا في صفوف منظمة التعريف فلسطينية 46 عام حتى تقاعدت طبعا البعض بسألني عن هذه الفترة يعني لو بدل السجون والمعاري وكذا قضيتها بالكتاب لمشيكان أو ضربول أنا لست نادلا على تلك الفترة دخلت التورة الفلسطينية والفصائل بقناعتي وخرجت منها بقناتي بعد اتفاقية أوسلو الواقع حقيقة ما كوني أني أنا معظم وقت في فلسطين نعم لا يعني غير متشائم نعم إطلاقا إذا بقارن المرحلة اللي إحنا عشناها أنه لا يعني إحنا كنا فيه خط ووصلنا إلى نتائج سلبية نعم لكن لما بجي بشوفي الشباب اللي هو لا عاش التورة في الخارج ولا عاش حتى الانتفاضة الأولى في فلسطين وبشوفهم كيف بتحدوا الاحتلال وكيف بقاوموا وكيف يعني بتصدوا للرصاص بقول الأمل مازال موجود ودولة الكيان ودولة الاحتلال مش مطاولة وهذه القناعة مترسخة عندي وأنا موجود به خارج رغم أن أتقلني الاحتلال أكتر من مرة وبعادة يعني في معظم الأحيان بضيقوا علي بالدخول يعني إلى فلسطين وعانيت يعني في رفضهم منحي يعني الهوية لكن اللي بعيش في الداخل في فلسطين بشوف شعبنا بشوف الأطفال وهذا العنفوان بشوف أم الشهيد بشوف أم الأسير زوجة الأسير بشوف قديش أنه إحنا شعب يعني صاند وعلى حق وهذا شعب لن يهزم فأنا مش متشايم أطلقها بالعكس بقول مراحل بتعدي للتورة بمفهومها العام كانت 36 وأفشلتها الأنظمة والناس نتحدث عن اللي أفشل في الأخير معروف لكن ما أرى الآن كوني أنا مقيم في فلسطين وعندما أصبح أخير لأنه رحلة الشتاء أنا ما أخذها في فلسطين لا رفع مع نوقاتي جداً نعم وكثير يعني بشعر بعظم الشابنا لما بشوف أطفال يعني صاري يعني في طفل يعني كان عمره ست سنوات نعم أمه بنت أخوي يعني فبالسكنه تسمي يعني فوقف قدام الجنود اللي في باب العمود قال لهم أنتوا بدكم تطلعوا من بلدنا غصباً عنكم بدكم تطلعوا وهذا طفل عمره ست سنوات يعني لسه مش فيت المدرسة نعم ففي ذالي قديش بدك هم كانوا يحاولون أنه الجيل القديم سيموت والجيل الجديد سينسى لا أجاههم جيل مش لنسى جيل مقاوم أيضاً نعم مش بس مش ناسي جميل أول لقاء بيننا إذا تتذكر في عمان كان عام 2008 في الذكرى الستين كان هناك حفل الذكرى الستين لنكبة فلسطين وكنت تحمل كامرتك وتسجل يوميات الحفل مرة خمسة عشر عام على هذا اللقاء الآن أنا أسأل حقيقة هل ستسجل يوماً يوميات حفل للتحرير ونطوي صفحة النكسة النكبات والنكسات السؤال جميل يعني حقيقتاً بدي أنا أحكي بمسألة أرى ملقب بوسائل الإعلام بإبن بطوطة فلسطين نعم لأن الفترة اللي أنا كنت فيها برام الله لـ 2008 أو شهر أذار 2008 وما درس كنت شاء أدار أطلع من خارج رام الله كنت أكتب عن رام الله ويوميات رام الله والحدث الفلسطيني بس من خلال رام الله نعم وأصور وعندي يعني ملفات رام الله آلاف مؤلفين من الصور نعم فخلنا لما أنا صارت معي الهوية بصورة أتحرك صرت أتحرك في كل فلسطين أو كل منطقة بقدر يعني أوصلها نعم بهذه المناطق اللي يعني أنا وصلتها وشفت ذاكرة فلسطين نعم لأنه أنت بتوصل يعني لأماكن يعني مثلاً أريحة أمرها 11 ألف عام من أقدم المدن الحضارية في التاريخ من برح كان عندي مقابلة يعني برنامج بأخذ من بداية صوت فلسطين في ملبرون في استراليا بسجلهم حلقات فكنت بتحدث عن بلد الجبعون أو الجيب أمرها خمس ألاف عام كلان هذه الجولات ومعرفتي بهاي الأمكن اللي أنا وطقتها بالصور أو بالمقالات وصار عندي ما يساوي خمس مجلدات يعني إن شاء الله تمكننا أطبعها يعني أطبعها براقياً لأنها إلكترونياً توفرت دائماً عندي أمل إنه هاي الكاميرات اللي أنا بأحذلها نعم إنه مش مطولة مع الاحتلال وإنه بيجي الدوات يجي لحظة وإن شاء الله الله يعطينا العمر إن شاء الله اللي أوثق فيها حريتنا يا الله وأنا مختنى يعني عندي هاي القناعة الداخلية بقوة جميل أنت قمت عدة معارض للصور الفوتوغرافية في عمان ودمشق والقاهرة عن رامالله ومدن فلسطينية مختلفة يعني هل يمكن أن يكون دور الكاميرا مكافئاً لدور البندقية أو ربما أكثر تأثيراً؟ يعني أنا بدي أسترجع في الذاكرة من أيام ما كنا في العمل النضالي والمحاضرات ناخدها كانت في عبارة ناس سلمين بس احتمال كلها قبارة أنه العمل النضالي يبدأ من المنشور السياسي حتى يصل إلى البندقية فبالتالي يعني الإعلام وعدسة التصوير إضافة للقلم وهي من وسائل النضال هل ممكن تتفوق؟ نعم يعني أنا بدي أورد ثلاث يعني نماذج منهم اتنين يخصوني أنا بعدستي ونوضع لها يعني جميعنا بنذكر صورة المرأة اللي المستوطيني خطع شجرة الزيتون وهي حاضمة شجرة الزيتون بكل هذا الحب هذه الصورة انتشرت على مستوى العالمي وحقيقة أقوى من ألف مقال نعم أيضا بذكر في أظن في الألفين وعشرة أنه أنا دعيت إلى إزالة يعني إظهار جدارية تخص الأسطى في بلدة عرابة في منطقة جنين وكان في حضور كبير وكانوا تبعون الياقات البيض اللي ما إلهم علاقة إلا اللي يظهروا أمام الكاميرات يعني وبعدين بروحهم يعني أنا عم بصور بعدين يعني حتى أقدر أشوف أكتر طلعت على ظاهر سيارة على سيارة فانتبهت على الجهة الثانية اللي أنا ما أقدر أوصلها لإمرأة نعم يعني في أواخر الثلاثنات أو ألا أربعينان الدموع بعينيها ووقفة على الجنب ومحدش منتبه لها فأنا يعني بدلت كل جهدي ما أتمكنت أني أصور وجهها عن قريب ممكن تكون أم أسير ممكن تكون زوجة أسير ابنة أسير ما يعني ما بعرف ما تعرفتش عليها لكن هاي الصورة لما أنا نشرتها وجدت اهتمام كبير وطبعت بوسترات يعني أنها تطبع على بوسترات وطبعت بوسترات ونشرت أيضا بالمصادفة اثناء جولاتي في الوطن كنت نازل يعني بالسيارة يعني بالسيارة مع أحد الأصدقاء باتجاه أريحة من منطقة يعني من أطراف القدس من منطقة حزمة قبل ما يغلقوا لنا هذا الطريق نعم فانتبهت أنا الجبل الجبل سبحان الله من أعلى القمة حتى توصل الأرض خارطة فلسطين مرسومة رسم سبحان الله بالطبيعة نعم فأنا وقفت كان يعني ما كان شربيه فوقفت وصورت المشهد ونشرت يعني ترتيب الشجر؟ مش شجر نعم لهذا جبل أجرت نعم لكن جاي من فوق لتحت خارطة فلسطين بالبحر الميت بحدود المتوسط حتى توصل لخليج العقب يعني نعم فأنا دهنت يعني أمام هذا المشهد سبحان الله وحتى أنا من شرح قلت أنه يعني أنه فلسطين حتى في الطبيعة حتى في إرادة الله هي فلسطين كاملة من نهر للبحر هل تظهر واضحة في التصوير؟ مم؟ تظهر واضحة؟ واضحة تماما نعم وبزودك فيها نعم وفيما بعد يعني لم استغلت فترة أنه كان فيه ربيع وبرده روح تصورتها والشي الغريب نعم أنه اللون الأخضر على هذا المجسم المفورد التحت نعم جاي بينما الأطراء حولها ما في لون أخضر ظلوا وصخر طيب هذا اللون أخضر عشب وعشب عشب نعم جبل جبل كامل بأكمل نعم فهذه الصورة أيضا يعني طيب ربما أجوز أنت من باب منطلق الحلم والحب تخيلت هذا الصور؟ لا 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 أنا بشوفها بشوفه قدامي خارطة فلسطين نعم بالأخضر كل من ينظر يرى هذا المشهد؟ اللي بينتبه لها نعم اللي ما بينتبهه ما هو الفارق ما بين المصور والفنان الفوتوغرافي هي العين الفنية فمن هون إحنا بناخد الزوائل هاي أنا انتبهت إليها وإحنا نزيم بالسيارة خارطة فلسطين فألزلي معي وقف وانزلي فألوني خارطة فلسطين اللي بقول لي اه والله مزوغ هلا لما نشرتها أنا بذكر أنه يعني بالتعليقات أنه أحد الأشخاص قال هاي في الموقع الفلاني أنا مش محدد كنت الموقع طوله صحيح قال والله بأشوفها وبأقول بتشبه خارطة فلسطين بس ما خطرش في بالله أن يصورها أو كده وداخره هون يعني بشوف مدى تأثير الكاميرا ممكن يعني يلعب دور في العمل المنطاري والتأثير للإعلام جميل سنكمل بعد الفاصل معذرة استاذ زياد معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقه معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والإعلام الفلسطيني زياد جيوسيا كنا نتحدث عن الكاميرا ودور الكاميرا وقلت أحيانا تكون يكون لها دور أقوى من دور البندقية أو المقال يعني لفت انتباهي حضرتك عندما قلت صعدت على سيارة حتى أصور امرأة كانت كانت دموعها تنزل هل تحدث تقيت بتلك المرأة تحدث عن سألتها لماذا كانت تبكي لا ما اتمكنت لأنه في مسافة بيني وبينها وكان في عدد كبير من العائلات الأسرى وأهل البلد وكذا فأنا في جيهة ويبجيها لما انتهى الاحتفال اللي كان جيب يعني معاي ففورة طلعنا بسيارة ونرجع لا استكمال الحفل في البلد يعني في عرابة لكن ظلت لحد الآن صورتها في ذاكرتي اضافة اني انا صبرت نعم جميل الاحتلال الصهيوني رفض منحك الهوية الفلسطينية من نهاية عام 1997 وانت رفضت مغادرة الوطن رفضت مغادرة رام الله حتى نلت الهوية في آذار عام 2008 حصار 11 عاما أنا اقول الآن اين دور السلطة الفلسطينية من هذا الظلم وهذا الحصار وهذا المنع لاكتساب الهوية التي هي حق طبيعي ببساطة لا دورة لها نعم اتفاقية أوزلو لم تمنح السلطة الفلسطينية كل الصلاحيات لكان قبل يعني الاتفاقية أو قبل عودة منظمة التحرير وتشكيل السلطة كان هناك عند الاسرائيل وما زالت شيء اسمه الادارة المدنية برأسها دام جنرال يعني في جيش الاحتلال نعم صلاحياتها في خدمة المواطن هي اصبحت دور السلطة يعني أنا بقدم لهويتي بالأحوال المدنية نعم هي بترفع للاحتلال فالمنع علي كان من الاحتلال يجي يعني يرفعوا لي طلب الهوية نعم أو طلب لمشمن أو طلب رقم وطني يجي رفض نعم ووصل عدد يعني الرفض الأمني لهويتي 16 رفض وحقيقة أنا مكنش لوحدي يعني إحنا كنا 30 واحد اللي علينا رفض أمني بالأخير صافينا اثنين مرحمة الله عليه زميني يعني أخذ الهوية معي في نفس اليوم وتوفي فالسلطة بحكم الاتفاقية لا تمتلك يعني هي بتطبع الهوية عندها نعم لكن لا تستطيع استخدامها أو السفر أو أو إلى آخر إلى بعد ما تدخل على كمبيوتر على الاحتلال وما عاد ذلك لا تمتلك فمش بيديهم يعني حتى ما نظلمهم لا مش بيديهم حسب الاتفاقية إذا الاحتلال كما نقول نحن وبعضهم يجادلون أو يحاول أن يقنعنا أنه خلص بعد التفاقية أوسلو أنه الاحتلال زال أنه صار القرار والأمر السياسي في المناطق الفلسطين التي حددت بعد 67 أنه بدأ بيد السلطة الآن هذا خير دليل على أنه السلطة لا تمتلك هذا القرار لا 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 اطلاقا وهناك أيضا أمر آخر أنه من توجه له دعوة من العرب لزيارة فلسطين حتى يحصل على تأشير يجب أن يمر على سفارة الاحتلال الصهيوني في البلد الذي يقين فيه هذا تؤكد أيضا حالة أخرى أنه لا قدرة للسلطة الفلسطينية على أنه تقوم بدور دولة حقيقية لا خلينا أوضح بس لأنت تفضلت فيه نقطة أنا كنت في اللجنة الثقافية عبر عدة سنوات في معرض فلسطين للكتاب نعم وعندما كنا نوجه الدعوات للكتاب والأدباء العرب هي السفارة الإسرائيلية في بلدهم ما إلها على أخا نعم يعني البزارة بترفع لشؤون المدنية الفلسطينية الكتاب شؤون المدنية الفلسطينية حسب الاتفاقية بترفعها للإدارة المدنية للإحتلال نعم أو لبيت إيل متما هم متعرفين عنه ألا هم بقرروا من يسمحوله ومن ما يسمحوله إذن قرار نهائي للإحتلال نعم فالقرار بيد الإحتلال نعم لكن ضيوفنا اللي كان يسمح لهم نعم كان يجوا يعني يستلموا التصريح الدخول من السفارة الفلسطينية بعلمان أو يمكن حطين لهم إياه على النقطة المعبر في الجانب الأردني نزل مندوم نعم وثم يدخلوا لكن بدون ختم الجواز وإحنا كنا نستقبلهم بمجرد ما خرجوا من الجسر لأن الجسر مسيطر عليه من الاحتلال لما يخرجوا في الباصات باتجاه أراضي السلطة والأريحة كنا نستقبلهم إحنا عند مدحل الأريحة نعم ونوضحهم أيضا من هناك لكن القرار بهذه المسائلة هو القرار بيد الاحتلال يعني أي مسؤول فلسطيني حتى لو كان الرئيس بده يسافر نعم بده يعني تنسيق سفر يجب أن يأخذ خرمان من بلازم يرفع مسبقا للإسرائيليين والمسائل أنا مواطن عادي فبشتري تصريح وبدفع ثمنه وبطلع على الجسر لكن المسؤول اللي بده يسافر بي آي بي بده يرفع مسبقا فبالتالي يعني بده يروح على الإسرائيليين مش بيرو على الجسر وبفرزيلاوي نعم أطياف متمردة كتاب احتوى عشرات النصوص اشتركت جميعها تقريبا في استعراض الهم الفلسطيني ومآسي على احتلال الصهيوني كتبت أغلبها في في رام الله ولا يخلو نص من ذكر رام الله يعني المؤشر أنك تصف تارة رام الله بالمحتلة وتارة أخرى لا يرد هذا الوصف ما تفسير ذلك هذا مسألة بسيطة جدا نعم أحيانا كتبت النص في وقت مبكر جدا قبل ما أفضل أنه الاحتلال موجود لما بني بكتب رام الله أو بعد جولي هيك الياسمين وما شفت في تهوريات إسرائيلي لكن في الأوقات الأخرى لا يعني أنا يعني بذكر وأنا بشعر بقول يعني وخاصة النصوص اللي كتبت يعني في المرحلة اللي لاحق نعم لما أسقطت يعني من النصوص أسلو مثل الجانب الاحتلال نعم أنه إحنا كانت الأراضي مقصمة لألف بقى جيم نعم لألف اللي هي السيطرة المفترضة للأمنية والإدارية وإلى آخره بالكامل للسلطة الفلسطينية نعم بقى لا المشتركة سي هاي أبو جيم بكامل مع الإسرائيلي نعم بعد الاشتياحات الـ2002 ما عد يعني الإسرائيليين بقى أي وقت بفوت وبطلع أو بأتقلوا كذا إلى آخره بس بيجعلوا سلطة أنه إحنا داخلين على المربع الفلاني بحددوش الهدف يعني فإصحبوا عساكركم بلاش حد يشوفهم يعني ويطلق عليهم النار فسنة نشعر بالاحتلال كثير يعني على قبلها لأنا داخل مدينة المدينة المدينة ما كنتش تفقوتي الدوريات باعتبار أنه هاي منطقة أقلية فكنت أشعر أنه أنا في مدينة يعني صار الاحتلال فتكرر فعادة لما بصحة مبكرة طالب مع فنجل بعض الأهوة كنت طلعت يعني عملت جودة مع ياسم يناترا ما الله ورجعت نعم فأشرب أهوتي وأبدأ أكتب نعم فما كنت يعني لسه بأحد مش مصح لحظات خيالة جميلة فما كنت تشتورد المحتلة نعم لكن يعني أنت تخيل أنه أنت تكتب ما تسمع الدوريات الإسرائيلية جنبك نعم تعيد لذاكرتك أنك تخيل بالضبط يعني هذه هي الحكاية جميل كتابك أيضا أحلام لهو هذا الكتاب الآخر كتاب أحلام عمانية يعني تقول عنها هي بعض من بوح الروح في عمان الهوى فما بين أنت تقول ما بين رام الله وعمان كنت دوما كالفراشة المحلقة بين زهرتين هنا أسأل أي الرحقين كان أعذب من الآخر هو كل مدينة تركت أثرها بس رام الله حقيقة لا لها اعتبار خاص ألا أنا ولد في الأردن وبعدين انتقلنا إلى رام الله بحكم عمل والدي طبعا هذا الكلام عبل ال67 يعني في عوال الستينان سكننا في رام الله ودرست فيها الثالث والرابع والخامس والسادس طبعا يعني برام الله والبيري وبيتوني طبعا كلها متلاسقة على هاي الفترة بالذات تركت أثر كبير في روحي وحياتي يعني حتى يعني سريع أنه أستاذي أستاذ العربي رحمة الله عليه الأستاذ الثالث الأسمر وأنا بأول الثالث مسك بأيدي قدام الطلاب بحسط القراءة وقالهم هذا الولد مستقبل وكاتب ولما التقيت أي مرحلة كنت كنت في أول الثالث ابتدائي نعم ولما رجعت على رام الله يعني في بداية الثمان ستحين فتشت عليها حتى وجهته على قيد الحياة والتقين فأول سؤال سألني أنه أنت شوها له نعم طوله مثل ما تنبأت لي وأن صور قال الكاتب طوله لابن لتجيب لكتبك وكتباتك يشوف وقلت لأستاذ بعد العبر إن شاء الله سبدا ندقق على الإملة ورحمة الله عليه جميل الناقدة المغربية ثريا وقاص في تعريقها على إحلام عمانية تقول قراءة نصوص زياد جيوسي تتيح للقارئ تكوين فكرة مختزلة عن معنى الحياة المتمثلة في العشق الخاص والعام يعني هي تقول باختصار شديد أقول حين نقرأ زياد جيوسي نصبح عشاقا في أي عشق تأنيه الناقدة دكتورة توريا قبل ما يكون بين وبينها أي تواصل بالمصادفة كانت ناشرة نص اسمه أشجار فلسطين نعم تتحدث فيه عن وهي طفلة في المدرسة نعم أستاذهم أخدهم يزرع أشجار أقولهم هاي الأشجار من فلسطين نعم ويهتموا بالأشجار وزرعوها فكتبت وفيه صارت دكتورة في الجامعة مقالة في هذا فهذا المقال وصلني يعني فأنا حبيت المقالة كثير ونشرته بكتافة فبدأت العلاقة الطيبة بيني وبين الدكتورة بحيث أنه إحنا لما كنت أنا يعني بسم الجانب الإعلامي في حملة لنا جذور كنا نطلع نزدع في مناطق مختلفة نعم باسم المغتربين الفلسطينيين نعم الحدائق ونزرع باسماءهم شجر فزرعت لها في منطقة النبي غيف نعم أنا والزملائي اللي معي في الحملة زرعنا لها شجرة وسميناها باسمها وبعتنا لها شهادة وعتلها شهادة الميلاد على المغرب وهي ما زلت تحتفظ فيها في مكتبها نعم شهادة الميلاد الشجرة وأيضا قبل سنوات يعني أيضا كنت في رام الله وأتوحلين أزور النبي غيات ورحت تطمنت على الشجرة ما فزارت على قيد الخلاس ما شاء الله لا وكبرت يعني صارت أكبر من صاحبتها جميل جميل فمن هون يعني هي لما استخدمت كلمة العشق هي عنت فيه أنه العشق للمكان العشق للوطن لأن هي تبدأ في تقديم الكتاب بالحديث عن الحكاية التي أنا حكيتها أشجار فلسطين وثم تواصل العلاقة بيني منها وأيضا أنه أنا في كتابي أحلام عمانية عم بتنقال ما بين رام الله وجيوس وعمان عمان الهواء هذا اللقب التاريخ اللي بنسمي لأنه أنا بهواها العمان هو غريب حيانا لا تجد تفسيرا ل يعني ولادة هذا الحب أنت تولد في مدينة وتعيش فيها وتحبها وثم تنتقل مدينة أخرى يتولد حب جديد أيضا أحيانا يتنافس مع الحب الأول حقيقة صحيح كثير من حاول أن يفسر هذا الأمر لأنه يوفق في تفسير عميق في هذا الأمر فحالة دائما عند الناس بشكل عام عند البشر الكتاب والمدعون الشعراء كانوا يجسدون هذا الأمر ويخلدوه في كتاباتهم جميل آخر ما أصدرت أحلام فوق الغيم كتاب ضم قراءات نقدية لأعمال سردية وشعرية قسمته إلى ثلاثة مرافق الأول كان يحمل عنوان مرافق الرواية استوقفتني قراءتك لرواية الكاتبة الفلسطينية أسماء ناصر يافا أم الغريب عنوان الرواية يافا أم الغريب التقول فأعادت أسماء لذاكرتي جدي حين أوصاني وأنا في المعتقل عام 1977 هامسا لي من خلف قضبان الزيارة يا جدي إن رأيت يوما يافا فقرأ على روحي الفاتحة على شاطئ العجمي 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 لماذا جدك خص هذه المدينة الفلسطينية دون المدن الأخرى من دون المدن الأخرى جدي لأمي هو رحمة الله عليه رحمة الله هو من أصلا قبل الحجرة أو التهجير في نعم 1948 كان يسكن قرية صغيرة بجوار مدينة يافا مباشرة وطبيعة عمله كان سائق قطار بعد ذلك الفترة فالمحطة في يافا فهو يتحرك من يافا سواء باتجاه حيفا أو باتجاه خط يعني يافا فيها قطار نعم قطار يعني يأتي من الشمال حتى يصل إلى العريش في مصر نعم فكانت المحطة الرئيسية فكانت في قديمة هذه السكة الحديد أو في عهد السلطان عبد الحميد ها أيام الدولة الخط الحجازي نعم يعني الخط الحجازي كان امتداداته إلى فلسطين نعم واللي بعد حرب السبعين دوت وقف هذا الخطوط فبعد حرب السبع وستين أو بعد هزيمتنا السبع وستين نعم الاحتلال خلع كل هذه القطبان الحديد واستخدمها في خط بارليت اللي دم على يد نعم الإرادة العربية في حرب الثلاثة وسبعين نعم فلم يتوقع إلا أنه كان هنا سكة الحديد فكانت موجودة فكان جدي هنا فالعجمي بهذه الفترة أو حي العجمي بهذه الفترة كان يعني النقطة الثقافة الفلسطينية يعني في يافا غنى تمكلسوم غنى عبد الوهاب كبار الشعراء العرب كانوا يجوا ويعملوا أمسياتهم في يافا كبار المغننين كانوا هنا المسرح أكبر مسرح كان في يافا أكبر قاعد سينما في العالم العربية كانت موجودة في يافا نعم فالناسر طبطت جدا في يافا وبيشأ يعني العجمي اللي هو كان المتنفس اللي هو العجمي اللي هو الحية القديمة وفي حيين أساسيات في يافا واحد أزلوا الإسرائيليين بالكامل ولم يتبقى فيه إلا مبنى واحد عاملينه الآن متحف للعصابات اللي قتلت أهل يافا والدباراتهم والعجمي لأنه كان اللي ظل من السكان كانوا موجودين فيه واللي كانوا في الأحياء التانية لموهم الإسرائيليين أيضا حطوهم في العجمي لفترة ويدي فالعجمي ظل مرتبط في ذاكرة وظل مرتبط في ذاكرة جدي رحمة الله عليها جدي يعني كثير بحب يافا بحب البطن يعني من وها القراءة لما نزلت إلى فلسطين أول خطوة مكنت أني أوصل فيها يافا ذهبت للشاطئ لعجمي نعم قسلت إيدي بمية البحر نعم مسحت وجهي بالماء المالح وقرأت على روح الفاتحة وترحمت عليه رحمة الله وما زلت كل ما أتيح إلي أني أوصل يافا أيضا بروع هناك وبقرع سنبقى على أمل أن يزول هذا الكابوس كابوس الاحتلال الصهيوني وتتحرر فلسطين وتتحرر كل الأمة العربية وكل مدن الوطن العربي من الاحتلالات المختلفة إن شاء الله شكرا لك الكاتب والإعلام الفلسطيني زياد جيوسي على هذا الحوار الشيق والموجة أيضا لا حفظ شكرا لكم أنا سعيد جدا بهذا ولو أن أنت صديقي أثرت الذاكرة كل هيتها من أيام بغداد لحد الآن لكن أنا سعيد جدا باللقاء وشكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك